محتوى البرنامج التالي من افكار واراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديوس ويالي بها او 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 ا لكن ايه على هذه القصة خلاص اصطفلوا عمي قلوا عني هادي يا اخواتي بس يكون في اتنين على العلاقة بهالحياة ويتركوا ما بياكلها غير الرفقات المشتركين او لداحش حاله بننصوا متسلي بالقصة وبينقسموا العالم بيناتهم شي يمين شي يسار شي رمادي شي حيادي بحب الكل وانه على اساس نحن عالم منعرف نترك بلطافي ورقي لازم نلعن اخت بعض وننشح عرض بعض ونعمل كل شي لننتقى من الطرف الآخر قالوا منتظاهر انه نحن عادي عادي متصالحين مع القصة وبطل الطرف الآخر يعنينا وكملنا حياتنا عادي وطحشين وماشيين الطريق تاني او معحدة تاني بس منلف الطريق تاني بيرجع بيوصل عند العينتين الله يسامحك يا عيناس لكن لا بنناقص بنناقص منك مع ناطا الا ميت واحدة بتتمناني في ميت واحدة بتتمنى حمدي لك إلك إلك بتتمناني إذي يا خايني يا خايني يا خايني لك شباك سكاة ببايل وشي شغلت على الاصلي مع الاسم هيك نحن عمي ما بعرف شو السبب تربيتنا ثقافتنا كبتنا ما بعرف بس نحن هيك ما تعلمنا نخلص قصة بطريقة صح او نواجه بعض ونحكي هؤ لازم ننهيه دائما بدراما او خناقة او نص جريمة والاسوأ انه ما منقدر نحب حدا جديد اذا ما كرهنا القديم جديد وقديم انا ما فهمت انا ما فهمت يعني كرهك للإكس تبعك بيغزي حبك للنيو جيرل ولا للنيو بوي والله انا شخصيا بشوفها مرض مستعصي اساسي عقد لمفاوية مضروبة وتضيق شريين وانك ماشي بعضلة القلب اللي قد طيز لعقربة ما بيسع غير نملة او املة عادي عادي خلص الناس بيحبوا بيبطلوا يحبوا بيتجوزوا بيجيبوا لعدوا بيتطلوا ما عم بفهم شو المحدودية بالعلاقات اللي ما عم نقدر نخلص منا ولا عم بفهم ليش لازم يكون لكل القصص في تسميات علاقة فاشلة منتهية مفتوحة مسكرة ملتزمة زوجية يومية جنسية معقدة حلزونية خلص علاقة انسانية ما بتمشي ها ما بتمشي ما بزبط لا لحظة حيز حيز أماني الله يخليكي الله يوفيك عن جد عن جد ما التركيني الله يعطيكي من خزائن الملاني برحمة أمك أماني ما التركيني لا وعلى كرامات وتكسير روس وتعليم على بعض لن نضعف لن نستسلم سنبقى صامدين وحاقدين ولا ولتعن مخنا انه ما لازم تعرف انه اشتقت الله ولا لازم يعرف انه لسه عم فكر فيه لازم بيان قوية ما لازم اضعف ودقله لك يا أخي الشغلة بدي تقل ازبلها طنشا اتقال اه ليه متعبين حالكم كتير كتير اسهل واحد يكون حقيقي ويعبر عن اللي حاسه يعني هذا اللي بالأخير عم تعبرله مثلك مثله يعني نفس الطينة نفس التركيبة البشرية ما له صنف آخر من النخلوقات يعني وبركي مرد وبركي زلني واتمقطع لكو مايرد طوز ويقول اني زليتها وما عندها كرامة بتبعتلي مابرد اخطيه اعطيه فرصة يتفشخر بشي شغلة شي مرة ولو على حسابك يعني يعني حلو العطاء انت الثاني يفضح عينك شبخيلة لأ الحياة اخدوا عطاء وحدة بوحدة لك تضرب ثقافة باب الحارة والبوجة اه شبع بصد بدماغ البشر وعالتارك بتبلش الأوفرة والكذب يا معلم صرت اعرف من شكل الصورة على الفيسبوك انه فلانة متروكة او فلان تارك بتكون صورة عادية وبوستاتها قضايا وطنية واستيكاراتها طفولية بتصير صورة استفزازية وبوستاتها قضايا نسوية واستيكاراتها قلوب وبوستات بس لا تجاكره بتسلخ لك واحدة single and proud وعم بتنفس حرية ومش فارق معي طب اذا مفارق معيك على شو عاجقتي يا العجقة لاتخليه فكر انه زخم الانبوكس عندك شباب يبلش يغار بفوت على انستجرام بشوف صورة بلاقي الكنزة الزاحلة بطريقة عفوية جدا ليبين كتفة بأي طريقة بالصورة او مرفوعة التنورة بطريقة كمان كتير عفوية غير مقصودة لاتبين رجلة وبلاحظ ان حليانة ونحفانة بتقوم بتحلى بعينه وبيقوم بيرجع لها بتقوم ترجع بتتبس له نفس البيجاما بيقوم بيرجع بتركها اول لي بقلولك تركنا ايه بس نحنا كتير كلهم متفقين ورفقات ولا انا كل بعض ايضا غينه بتمناني الخير وبتمناني الخير والسعادة مع فتاة اخرى وهنا بس شوفوا بعض بالصدفة بيقضح الشرر من عيونهم وبيتطلعوا بعض بطريقة غريبة بتحس انه اذا هلأ اعطيتهم اشارة رح نطهبشوا بعض واذا بتشوفها وبيشوفها مع حدا تاني انسوا ممكن يصير جريمة وانه غير المقفلين اللي حواليك اللي بيستلموك عالتارك في الفضوليين اللي بدون يعرفوا كيف صارت القصة تحديدا وبيعملوا حالة مو داريانين بشي انه انت بتكون تارك مع حدا من سنتين بقلو لك ايه كيف هو فلان لك شو فلان تجوز الزلم رح يصير عنده اولاد قالوا بيجتبوه اللي يعرفوا التفاصيل وفي عندك نمازج اعقد من التاركين او تعالوا ما نسميه عقاد تعالوا نسميه زيادة مكاسب انه هو بيكون ساكن مع رفقته بنفس البيت او مرته استغفر الله شو يسكن مع وحدة بنفس البيت بدون رابط شرعي المهم بيكون معه مخلوق من الجنس الاخر وبتلاقيه سارح وعم بيطبق لك شوم شان فلان يا معلم ايه تركنا شلون تركتوا انتوا ساكنين بنفس البيت ايه ساكنين بنفس البيت بس تاركين هلأ مو هال مشكلة يمكن يكونوا تاركين وساكنين مع بعض المشكلة تشوف في الطرف الآخر وتسأله كيف فلان تقول لك يه بيجنن يقبر قلبي ما في منه هلأ هيا يا مجدوبة محاسة على شي او كذابة مثلا قالت لها اما انو ما تطلعي اثار البيت من البيت ام فكرت انو لازم تغير الحقائق او هو عباس مثلا ما بعرف ما في تفسير لهالقصص كمان معقدة عقد من التعقيد بالعموم كل العلاقات العاطفية بالحياة معقدة وقابلة للتغير وما في علاقة بالضل مثل ما بتبدأ هي حقيقة مأكدة المهم ما نضل الجذبان وننخدع بكل مرة ونفكر انو لقينا حب حياتنا ونقذي كل اللي حوالينا ونخسر كل العالم ورفقاتنا وكل شي خارج عن هاد الشخص لانو غالبا رح يتغير يعني رح يتغير هاد الشخص او تتغير مشاعرك تجاهه وتصير تسأل حالك شو بعدين شو عملت ربطت حياتك كلها بشخص هذا غباء فاحش انا بشوفه وبرأيه ما في شي غلط وصح بالعلاقات ان كان ترك ولا خيانة يعني بالاخير هي طريقة الترك او طريقة التعامل ما بعد الترك هي اللي ما بتترك جرح يعني فيا عالم صناعوا ما تشاءون بالعالم وحبوهن وتركوهن بس بطريقة جيدة ما تجرح حاس حالي مريم نور السلام عليكم هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2017